مشروع الشبكة الذكية على طاولة التنفيذ بعد انتظار طويل إذ وجه مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بالتعاقد مع جهة استشارية عالمية متخصصة لغرض وضع خطة لتنفيذ المشروع الذي تمت مناقشته لتحديد طبيعة تصميم النظام المشغل بإعداد برنامج للحلول المتكاملة لتحقيق مفهوم الشبكة الذكية المعمول به عالميا ولتقليل الضائعات وحماية حقوق المستهلك وجهت الوزارة بأن تتعاقد مع شركات استشارية متخصصة بهذا المعنى للمضي بالشبكة الذكية التي تستلزم نصب العدادات الذكية طبعا من خلالها سيتم السيطرة على الاستهلاك وتقنينه جهد الحكومة والعناية الكبيرة من لدن السيد رئيس وزارة موجودة نعتقد أننا سنمضي به بشكل أسرع هذا أولا ثانيا جملة معوقاتها ربما تتمثل بالموازنات اللازمة وأقصد توفر الأموال أكثر من مليون وحدة سكنية متجاوزة على شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية التجاوزات هذه تكلف وزارة الكهرباء خسائر مالية كبيرة الأمر الذي يدعو إلى تطبيق مشروع الجباية الألكترونية لتحويل المتجاوزين إلى مشتركين نظاميين ويقود إلى تزديد الأجور وترشيد استهلاك الطاقة المضي في هذا المشروع من أجل زيادة الوثوقية بين المواطن ودوائر الدولة في تعظيم إيرادات الجباية لدوائر الدولة من أجل ديمومة إيصالة الكهربائية المواطنين المستهلكين غير نظاميين المشتركين غير نظاميين هم المتجاوزين تم جردهم حسب آلية معينة في دوائر التوزيع حاليا يتم قسم منعتهم ننصب لهم مقاييس والقسم ننظرهم قوائم تقديرية هذه العملية هي مرحلة أولية في سبيل تنظيم شبكتهم وتنظيم كيفية استحصال هذه المبالغ منعتهم تنفيذ مشروع الشبكة الذكية ستسبقه إجراءات عديدة تتمثل في نصب المحطات المتنقلة والثابتة وتدعيم شبكات النقل والتوزيع وتغيير سعات المحولات من أجل فك الإختناقات فيما تمكن العدادات الذكية من تقليل الهدري ومنع التجاوز على المنظومة الوطنية وتوفير ساعات تجهيز طويلة ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد